موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في الدرس الجديد من دروس لغة العربية نشوفه في الحصة اليوم اسم الفاعل إذا كان ما أعطينا شي فعل ومطلب منه نحضر اسم الفاعل دياله أول حاجة في الدرس نذكركم شنه الفعل المجرد و شنه الفعل المزيد من بعد نشوفه كيفاش نقدر نستخرجه أو نوجده الصيغة دي الاسم الفاعل في الحالتين إذا كان الفاعل مجرد أو لمزيد أول حاجة منه نظر على فعل مجرد أو فعل مزيد ما نقصده بالفعل المجرد و الفعل المزيد الفعل المجرد هو كل فعل يتكون من ثلاثة حروف يعني مجرد من جميع حروف زيادة بينما الفعل المزيد فهو كل فعل يكون عدد حروفه يكون عدد حروف دياله أكثر من ثلاثة حروف نعطي ميثال بشي أضح ليكم مثلا من لي كنقول كتابة الشيء اللي كنذيرا نذهب كتابة كنحسب الحروف كالقات ثلاثة إذا الفاد الحالة كنقول أن هذا فعل مجرد بينما من لي كنقول استقامة هنا غن نحسب واحد جوش ثلاثة ربعة خمسة ستة ستة الحروف فإذني كنهضر على فعل مزيد للإشارة هو أن أمي كنقول ثلاثة الحروف فخص الفعل يكون مصرف في الماضي وكذلك أكثر من ثلاثة حروف حين تصريفه في الماضي لأن في المضارع مثلا نجيش كشبت لكم يعلاموا هذا رف المضارع إذا جيتوا تحسبوا غد تلقى ربعة الحروف غد تقول أن هذا تبقى القاعدة أن هذا مزيد وراء الجواب خطأ هذا ليس بفعل مزيد بل هذا مجرد لماذا؟ لأن إلى ردنا الماضي فإني سنقول علما وبالتالي فإن الحرف عفوا الفعل يحتوي فقط على ثلاثة حروف إذا نشوفوا دبا بعدما ذكرتكم شكقت بفعل مجرد والفعل المزيد نشوفوا دبا صغة اسم الفاعل هذا هو أول حاجة بالفعل المجرد الفعل المجرد كأنه هو اللي كتكون من ثلاثة حروف في الماضي نملك نصرف الفعل في الماضي فإنه يتكون من ثلاثة حروف كسامعة الوزن دي السامعة هو فاعلة سياغة اسم الفاعل كتم هكذا هاد فاعلة كتولي على شكل فاعل سيكون من ثلاثة حروف يعني أنه هنا الفا عوضة حرف السين العين عوض حرف الميم بينما اللام عوض حرف العين إذا نفس التغييرات لقد ارتهنا يومنا ندينها يعني الفا عوضة بالسين الألف ستبقى العين ستعوض بالميم أولا ما العوضة بالعين وغتولي سامع نديره شاربة الوزن ديالتها هو فاعلة إذا إلا بغيت اسم الفاعل يعني يخصني الرد هذا على وزن فاعل وبالتالي غتولي عندي اسم الفاعل هو شارب تلاحظوا بأن تغيير لذرت هو أني كنضيف الألف بعد الحرف الثاني وأقوم بكسري الحرف الثالث اللي كان هو أصلا هو الحرف الثاني أنا كنزيد هنا كسرة وكندير ألف عندما تغييرت اللي كندير إلا كان مجرد وصحيح على هذا نقصد بفعل صحيح هو فعل لا يحتوي على أحرف علة طبعا أحرف العلة أحرف العلة والواو والألف والياء كنجمعهم في كلمة واي على وزن ناي هذول اللي حتهم ما فيهمش لا حرف الواو ولا حرف الألف ولا حرف اليا كنسميهم أفعال صحيح يعني أنا في الحالة عندي فعل مجرد وصحيح القاعدة هي هذه فعل مجرد ومعتل فعل مجرد ومعتل ومعتل ما الذي نقول معتل يعني به أحد حروف العلة على حساب في كين حرف العلة وش في الأول ولا في الأخر ولا في الوسط كان قدرون نصنف الأفعال إذا كان في الأول حرف العلة هو الحرف الأول فإن الفعل كيتسمى فعل مثال مثلا وقف يئس هذا كيتسمى فعل مثال بينما كان في الوسط فهذه الحالة الفعل كيتسمى فعل أجوف بحال قال بات هذا كيتسمى فعل أجوف ولكن في الآخر فإنه كيتسمى منقص مثلا قضى سما بات وكل حالة فإنه اسم الفاعل منها عنده قاعدة دياله منقص مفهوم؟ تشوفوا الحالة رقم واحد نسمى هذه رقم اثنان ونسمى هذه رقم ثلاثة حالة إلا عندي فعل مثال بحال مثلا نرجع ونوقفه إلا بغيت اسم الفاعل نطبق عليه القاعدة للقبيلة ندير واقفه يعني أني نزيد الألف من بعد الحرف الأول والحرف اللي تابعه نكسره الحالة الثانية من اللي يكون عندي أجوف مثلا قاعدة أصلا هناك تلقى أن عندي الأليف اللي يخصني يزيدك هنا وهذا الألف هذي كالتحول الهمزة وتولي قائل بحلبات بحلبات وتولي بائت نابة نائب يعني اللي أعقل عليها أنه هنا تدخل الهمزة اللي كتعود الحرف الثاني اللي هو في الحالة عندي الأليف يمكنك استعال الهمزة وشانكشبه فوق الوا ولا فوق الأياء أو لا فوق الأليف بينما في الحالة الثالثة نشوف الفعل قضاء هنا عندي آخر هو ياء فإن اسم الفاعل كي يقول لي هو كنزيد الحرف الأليف بعد الحرف الأول والحرف الآخر كيتحول لياء ياء إلا كان الحرف الآخر هو ياء وفي الحالة مثلا سامة الأليف الممدودة كتولي تاهية ياء يعني يعني كانت أليف ممدودة مقصورة أو لممدودة فإن كتحول إلى ياء أولا قدر أنك تشوفها مباشرة نتلقى وسامين بحلوكة أو لسامين نفس القاعدة هذا فيما يخص الفعل المجرد بينما في الفعل المزيد الفعل المزيد المزيد هو الذي يحتوي على أكثر من ثلاثة أحرف كاستيقظة مثلا استيقظة في هذه الحالة مقاعدة كتولي تحويل الفعل إلى المضارع يعني استيقظة سوف يولي يستيقظ الحالة الثانية يعني اللي كندير هو أن حرف المضارع يعني لي كيولي ميما مضموما استيقظ والحرف ما قبل الأخير كندل لي الكسر وبالتالي الكلمة أو لا اسم الفاعل كيولي هو مستيقظ يعني هنا إضافة ميم مفتوحة يعني مفتوحة بعلامة التمى وكسر ما قبل الحرف الأخير ندير ندير المثال الخر بشي بليكم ناخد تساءل تساءل أول حاجة كندير المضارع يعني يولي يتساءل نضيف الميم في الأول مضمومة بلاسلية والحرف الأخير أو عفوا ما قبل الأخير كنديروا لي الكسر كنديروا لي الكسر يضموا هذه القاعدة التي كنا فيما يخص الفعل المزيد يعني فعل المزيد أول حاجة كنحول المضارع ومن بعد كنغير حرف المضارع قميما ومفتوحة والحرف ما قبل الأخير كنكسر كنتم أن تكونوا استفتوا معي في الترس دي اليوم وعرفتو ما كان قصدنا بفعل المجرد وفعل المزيد وكيف هاش نستخرج صيغات اسم الفاعل من الفعل المجرد أو لا من الفعل المزيد ونضرب لكم موعد جديد وفيديو آخر على كيزاكو.com كان معكم مردوان السلام عليكم